طاقم التحكيم بتاع مباراة الأهلي وبيرامدز طاقم تحكيم يوناني طبعاً هنستعرض حكام كويسين جداً جداً أناستاتيوس طبعاً هو حكم الساحة بولشيرونس حكم مساعد لازاروس حكم مساعد كلهم يعني طاقم تحكيم دولي هسماءهم صعبة أو الاسم اللي هو ياميدو أناستاسيوس سيدوروبولوس برابا عليه كلها عدد المباراة 323 مباراة عدد الإنذارات 1598 رجل يعني بيدي إنذارات كتير يعني إنذار تاني وطارد 58 طارد مباشر 39 ركلات الجزاء 90 عدد المباراة في الدورة اليوناني 151 دي إحسائيات حكم المباراة أنا عندي رأي يعني تتوقع أي ميزة من المباراة؟ لأ أنا عندي رأي الأول في التحكيم طبعاً مفيش حاجة ومفيش حاجة يعني قصة مش مقصودة بس أنا إنت عندك تنين مديرين فنيين أجانب واحد يوناني واحد بورتغالي جيب حكام من دولة بعيدة إنما أنت النهاردة جايب حكم من اليونان والجهاز الفني معظمه بتاع بيرمتز مليونان على الأقل هيبقى عارف الراجل وعارف يتكلم معاه وعارف يتواصل معاه وعارف يتكلم معاه فرأيي يعني وبتاني بأكد إنه أكيد مفيش حاجة يعني الموضوع عادي ولكن هو سوق تأدير من لجمة الحكام لا ليونان ولا ببرتغال روح طالما أنت قلت أنت أجيب حكم أجنبي حكم من حتة ثانية خالص أوروبا مليانة طبعاً الأول أنت بس أن تبعد شبهات بالضبط أنت جاء بحكم معاه لكن دلوقتي لو حصل أي حاجة مثلاً فيها مثلاً حكم غلت أكيد ممكن يغلط يحسب حاجة البرمتز يبدل يقول لك القيلة وقال أنه عشان يوناني والراجل يوناني فأعتقد أن كان الأفضل أن أنت تتقي الشبهات دي كلها أن أنت كنت تجيب بلد يعني حكم من بلد تانية بعيد عن بورتغال وبعيد عن اليونان يعني أنت أوروبا مليانة مش عارف الله أنا مستغرب يعني هل هو مارك كلاتنبرجلن؟ هو مارك كلاتنبرجلن؟ كان رئيس لجنة تطوير الحكام في اليوناني هل هو اللي اختار الحكام؟ هم حكام على عقل مستوى؟ ممكن ماشي ممكن يكونوا أختاروا لكن لم يكن لديه معلومة أن مدرب برمتز يوناني المفروض ناس تقول له بالضبط اللي في اللاجنة التحكيم أو الناس في تحاد القرى يقول له أن في مدرب يوناني ماسك برمتز فنشوف مدرب تاني يعني